لا مرحبا بكم مجددا عزائي المشاهدين قضية اليوم هنتكلم عن أن الله لا يأخذ الناس بأفكارهم لكن بأعمالهم يعني حسب حديث رسول الإسلام والراوي هو بخار ومسلم أن الله تجاوز الأمة عما وصوصت أو حدثت به أنفسها وهذا يتطفق مع الآية 286 من سورة البقرة اللي تقول ربنا لتحملنا ما لا تقتلنا به طيب يعني أنه حديث صحيح يتفق مع القرآن يعني أنه إله الإسلام بيقول أنه بيسامحك لو أنك فكرت بالخطية بشرط أنك ما تسويها شي عجيب ترى قوانين الأرضية قوانين الأرضية كلها ما تحاسب أحد على الأفكار ولكنها تحاسب الناس على الأفعال إذن بالنسبة لي أنا نظري أنه الإسلام وشريعته ما هي سوى قوانين أرضية موضوعة من قبل بشر طيب واش يقول المسيح بخصوص هذا الأمر المسيح يقول لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنا فسق سرقة شهادة زور متى 15-19 واش هو الحل تخيل أنه كل فكرك وكل ما في قلبك هو الرب يسوع المسيح فإيش بيخرج منك أكيد كل حب وكل طهارة وكل نقاء ومحبة للعداء وكل ما هو سماوي ومش أرضي مقاومة الخطية أمر صعب أنا أتفق معك بهذا طبعا إذا ما كان مستحيل لكن المستحيل بيحلوا المسيح لما يقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقي لي الأحمال من الخطية وأنا أريحكم مدى 11-28 فتعالي اليوم للمسيح وخليه هو يساعدك ينقي لك فكرك من الداخل وتصير جميل وحلو من برا بالمسيح يسوع أمين